اشتركوا في القناة إلى موطن المهجر أحدهما سليما معافا والأخرى في حالة عجز كامل يجب أن يرى الناس صورا أخرى غير صور الأسلحة هناك الكثير من القصص الإنسانية التي تحدث من خلف خطوط النار جيمس قصة أخرى لإطارة أخرى لمراسل صحفي أخرى وجد نفسه متنقلا بين دول الربيع العربي من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى اليمن إلى سوريا كاميرته كانت سلاحه الوحيد لكن قصته الأبرز حدثت معه في سوريا يقول عندما كان يشاهد أحد زملاء المهنة يواجه الموت ويعجز عن مساعدته أشعر أن مهمتي لم تكتمل بعد في سوريا لسوء الحظ التزامات الحياة أرغمتني على مغادرة سوريا الأكيد أني سأعود إلى هناك قريبا جدا لوي مصور أخرى جاء هنا إلى واشنطن ليحتفل الليلة بنجاحه بمناسبة اختيار وحدة من صوره كالصورة الأفضل لأعصار ساندي لكن حديثه كان عن دول الربيع العربي التي تنقل بينها جميعا وقبلها أفغانستان والعراق في نهاية هذا التنقل يقول لوي أن اكتشافه الأكبر كان أن الإنسان واحد في كل العالم وسائل التواصل الاجتماعي أكدت أهميتها خلال ثورات الربيع العربي أعتقد أنها كانت أسمة البارزة في صناعة هذه الثورات وفي نقل أخبارها لكل العالم هذه واحدة من ليالي مهرجان الصورة السنوي في واشنطن والذي خصص هذا العام لقصص المرسلين الصحفيين في بلدان الربيع العربي خلف قصص الأخبار هناك قصص أخرى يحتفظ بها المرسلون الصحفيون في ذاكرتهم وقلوبهم هذا ما حاول أن يقوله هؤلاء المرسلون الصحفيون الأمريكيون لجمهور واشنطن عما رأت عيونهم واحتفظت به قلوبهم عن قصص الربيع العربي والتحول في المنطقة العربية رابح فلالي الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر